السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في القناة أتمنى أن تكونوا كاملين بألف خير وصحة وسلامة في فيديو اليوم إن شاء الله نحضر معكم عصير اقتصادي وطبيعي فقط بحبة تفاح وحبة برتقال وحبة ليمون وكعتك كمية كثيرة لتر ونصف من العصير جي خاطر ولدي أفضل من العصير الجاهز خليكم معي بجتعرفوا المكونات السلام علي بركة الله نحتاج إلى السكر بالنسبة للسكر كتبقى الكمية لحسب الرغبة أنا استخدمت 5 ملاعق من السكر ممكن تعودوه بالعسل يبقى الاختيار راجع لكم وكذلك إلى حبة تفاح مقطعة وإلى حبة ليمون حامد وحبة برتقال وإلى قطعة من الزنجبيل الطازج اختياري بالنسبة لليمون والحامد أنا عندي مجمد مجمدها من قبل وضعوا قطع الليمون الحامد والبرتقال وقطع سنجبيل كنزيد ليهم السكر وكذلك التفاح وكنضيف كأس من الماء وكنقوم بتحن المكونات من بعد ما كنطحنوا العاصير كناخدوا مصفات وكنقوموا بتصفية العاصير بإمكانكم إذا ما بغيتوش تصفيوه تستغني ولا هاد المرحلة عندي واحد ملاحظة لازم البرتقال والحامد يكون منقي ما فيهش بذور لأنه إذا كانوا كانت فيه البذور هذيك البذور غتخلي العاصير يجيكم مر من بعد ما كنصفيو العاصير كنزيدو عليه اللتر من الماء البارد وكنخلطوه جيداً ومن بعد ما كتخلطوه كتصبوه في كأس التقديم بالنسبة لهذا الكأس حجموه عندي أنا كيهز لتر ونصف تماماً من العاصير هذا هو العاصير دينا كيه جاهز عاصير كيجي لديد خاتر طبيعي أفضل من الجاهز بدون أي مواد بدون أي إضافات أو أي مواد حافظة كنتمنى الفيديو اليوم يكوننا لإعجابكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر